تعرض النجمة سيريخيو راموس قائد دفاع فريق أشبليه للطرد أمام نظيره ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة عشر من الدور الأسباني راموس تدخلها بشكل عنيف للغاية على لاعب سوسيداد وكانت لديه بطاقة صفراء بالفعل بحلول نهاية المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه بهدفين لهدف الحكم فورا أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه راموس قبل أن يعود إلى تقرية الفيديو ويرجع الحالة ويقرر إلغاء البطاقة الصفراء الثانية وإشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه لاعب ريال مدريد السابق وتعد تلك هي البطاقة الحمراء رقم 28 في مسير السيريخيو راموس سواء في أشبليه أو ريال مدريد أو باريس سيل جرمان لكنها الأولى منذ العودة للنادي الأندرسي ترجمة نانسي قنقر